اهلا بحضراتكم في هذه التغطية كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية التي تشهدها البلاد في الاثنين وسبعين ساعة المقبلة تزامنا مع تعرض البلاد لأول منخفضات فصل الخريف عشرين ثلاثة وعشرين قبل اوان يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الهيئة العامة للارصاد الجوية أن العاصفة المعروفة بدانيال تؤثر حاليا على السواحي الألبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتزبيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعضية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز أربع أمطار وأشارت هيئة الارصاد الجوية إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من الاثنين على غرب البلاد وتمتد ثلاثة والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد وتشهد البلاد الاثنين منخفضا جويا يصحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعضية والتي يصحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعضية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة وتمتد الأمطار الخفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا أيضا يوم الثلاثاء يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعضية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى أما يوم الأربعاء يقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء أيضا أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الثلاثاء يشهد نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وأيضا شمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وعن درجة الحرارة الاثنين العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية بينما درجة الحرارة العظمى من يوم الثلاثاء لنهاية هذا الأسبوع تكون ما بين 33 و34 درجة مئوية مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرها